حلو العيد مبادرة جديدة تقدمها جمعية أمل الشهباء الخيرية بالتعاون مع جمعية مبادرين ادعمنا لخمسين سيدة في مدينة المنصورة بريف حلب الغربي المبادرة تتضمن تقديم أفران ومعدات ومواد أولية لصناعة حلو العيد والاحتفاظ به في منازلهن بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد إضافة إلى بيع وتسويق القسم الفائض عن الحاجة نحن الفكرة بلشت عنا متعودين على الدعم متعودين على التكاتف نحن بالنتيجة نسيج واحد ضمن وطن واحد بلشت الفكرة معنا نحن من الوقت الزلزال حبينا ندعم كتير مبادرات خيرية من ضمنها هلأ بشهر الخير طلعت مبادرة سيدات لصنع الحلو العيد فنحن حبينا كتير أنه يكون إنا مساهمة لو بسيطة وضمن هذا أعمال الخير جمعيتنا جمعية أمل الشهبة هي جمعية خيرية تحاول تتواصل مع أي جهة داعي ميكانية فعالية اقتصادية أو تجارية أو سياحية أو حتى منظمات دولية حتى تحقق استقرار وتمكين العوائل في الريف الغربي اللي نحن هي يكون محور جمعيتنا نحن كمتطوعين ومجرفين في المجتمع المحلي نعم نشغل يد بيد بالجمعية تأمل الشهبة مع جهة الدعمة لكي يتحقق الدعم في المنطقة في الريف الغربي مبادرتنا هي حلو العيد بهالرمضان مع جمعية أمل الشهبة نستهدف النساء والأرامل التي اللواتي لا معيلة لهم السيدات والمستهدفات ضمن هذه الفعالية عبرنا عن فرحتهن بهذا الاهتمام لا سيما وسط الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي للعائلات خصوصا في الريف الحلبية هذه الجمعية عانتنا كثير وجابتها المواد وجابتها الشيء وفرحتها الأطفال وأول وحدة بنتي فرحتها لأنه من أول الأزمة ما أنه شابوا هالشيء نحن صارنا بوقت الأزمة ما منحسن نشتري شيء لنوفر للأيتام والله يعطيكم العافية يا رب وعم نجي هون نخبز ناخده لأميتنا تسعى المبادرات الأهلية ومنها أمل الشهباء لتقديم الدعم اللازم من مطبخ رمضان وصولا إلى لباس العيد وصناعة الحلو كدعم لجميع العائلات المتضررة نتيجة الظروف الاقتصادية التي عصفت حلب لا سيما بعد الزلزال أنص رمضان الإخبارية السورية مدينة حلب